الله اكبر الله اكبر ولله الحمد كل عيد وانتو فرحنين كل عيد وانتو مبسطين كل سنة وانتو طيبين عيد فرحة عليكم وعيد مبارك عليكم عيد كل خير وبركة ونفع وروح كده جميلة في قلب البيت وبر البيت في كل مكان انشاء الله يكون في عيد احنا النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة جدا جدا وانعالج بقى شوى حاجات كده بتقولك ايه العيد ده بتاع الناسة مش بتاعنا العيد ده العيد لصحابه ومش بتاعنا خلونا الأول نقص الموضوع عيد وأنا يعني يهمني لكي كأم وكزوجة أنك تعرف في المعاني دي وكمان الأزواج يعني الرجال ما يعرفوا الكلام ده وينشروا البهجة والفرحة في قلب أولادهم ببتدي بكلام ابن تيمية شيخ الإسلام بيقول أن الأعياد دي من أخص ما تتماس به الشرائع كلها من أظهر ما بتظهره الشرائع الشعائر هو العيد ابن عبدين سمي العيد بهذا الاسم لأن الله تعالى بيعود فيه من عوائد الإحسان على الخلق أنواع الإحسان العائدة على العباد طبعا ده في كل سنة ابن حجر بقى بيقول اظهر السرور في العيد من شعائر الدين ومن شعار الدين فإحنا المفروض نفرح بص بقى هنفرحوا بإيه في إيه بقى اللي نفرحوا بيه بصي إحنا من القوضة للصالة للصالة للبلكونة ونتهي على كده والعيد بقى خلاص راح العيد لصحاب لأ أول يوم من عيد النهار ده إحنا عايزين نفرح ونخلي الفرح ناخد عليه سوابات وفي نفس الوقت أفرح اللي حوالي أنت كامرأة أو كأنسة أنت معيار الفرح في البيت أنت البسمة اللي ممكن تخلي البيت كله بيدحك وانت اللي ممكن تخلي البيت كله نكت خلي النهار ده فرحة وأنا هقولك وأعالج قلبك في حتة جميلة كده بحيث أن احنا فعلا نفرح نفرح بإيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون بفرح أن أنا عملت عبادة لله بقالي تسعة أيام وصايمين بقى وعملين بنقول الأسكار وعملين بنكبر وبنعمل الطعاة والطعاة مضاعفة وكمان الدعاء مستجاب إحنا لسه طلعين من عرفة قوة والدعاء ما شاء الله مستجاب مستجاب يعني إن شاء الله وإحنا زي ما وصنا قبل كده بكوني محضرة الليستة بتاعت الأدعية بفرح أنه هي عبادة لله سبحانه وتعالى بفرح بالطاعة بفرح برضى ربنا سبحانه وتعالى على اللي بيعمل الطاعة فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب فوانوا القصية وقلوبهم من ذكر الله العيد بيمثل وسطية الإسلام بتعبت بالقلب وتفرح بجوارحك تمام بس مش معنى إن أنا أفرح بالعيد إن احنا نعمل المحرمات والمعاصي تمام تقولك إيه ليلة العيد جاية بقى وخلاص يعني ناس خلعوا ساوا بالطاعة وتبص بقى تلاقي إيه المحرمات وانت كل بيت عارف وكل الرجال عارفة إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل من المحرمات ولا مش عارفها نصها الليلة إيه ولا خيمة إيه نص الله العفو العفو إيه إحنا قطعنا في الفترة دي فخلي الأيام تانية حتى الله سبحانه وتعالى على لسان النبي الحديث أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى إيه ده في العيد أو في العيد وأفضل الأيام أيام التشريق على فكرة الأيام معدودات دي أيام التشريق ومعلومات هي كمان طيب نحن متعبدون بمشاعرنا بأحسسنا اللي بيجي في نفسنا أعظم المشاعر هي مشاعر الفرح على فكرة وأعلى أنواع نعيم القلب واللزة والبهجة بتاعت القلب هي الفرح الفرح ضد الحزن ضد السخط الفرح لزة للقلب فإحنا إن إحنا مطالبوا إن إحنا في العيد نفرح فرحنا بالعيد عبادة عبادة مش بس عشان إيه في مسببات للفرح فنفرح لا بصوا حبيبي بصوا إحنا ما ننفعش نمنع الحزن إحنا تكلمنا قبل كده لكن بدفع أسباب الحزن وبقوم بأسباب الفرح هو دو لما الخراب جه من العراق لسيدنا عمر بن الخطاب جه المولى بتاعه فسيدنا عمر قعد عد الإبل وكتير جيد والسنديق اللي كانت جاية بالمجوهرات وجاية بالدهب وجاية مش عارف إيه فسيدنا عمر قعد الحمد لله مولاها قال إيه بقى اللي هو المولى بتاع سيدنا عمر هذا والله من فضل الله ورحمته فقال عمر له كذبت ليس هذا هو فضل الله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون فرح الدنيا مش هو ده الفرح الفرح بفضل الله ورحمته أنا استشعر نعم ربنا علي إن أنا شوف إن فضل ربنا علي إن أنا ربنا بلغني الأيام دي وبلغني أيام الذكر عشان أخذ فيها سوابات والحسنة مضاعفة فيها تعظم فيها الأجور زي ما قلنا الفرح منه عبادة والفرح العبادة مثلا فرحانة بالقرآن قراءة القرآن أو حفظة بالعلم بالآيات ده فرح العبادة وفيه فرح المباح الفرح بأمور الدنيا المباحة مثلا لو جال إنسان فرحة تزوج خلف ولد وظيفة مكانة شهادة كان عايزها كل دي حاجات مباحة ولو نوى بالحاجات دي وجه الله سبحانه وتعالى صارت الفرح في الدنيا المباح عبادة أما فيه فرح مزموم الفرح بالدنيا بس اللي بيقود أو بيخلي البشر والقلوب بطر استعلاء تكبر على خلق الله والعياذ بالله طبعا ده من الصحة بثوا كمان انتظار مواسم العبادة والفرح بقدمها دليل الإيمان لما يجي رمضان بيفرح المؤمنون بدخول رمضان بيجي الأطحى بيفرح المسلمين بدخولوا الأطحى فرح المؤمنون العشر الأواخر كمان بيفرحوا بيها كمان عشر زل حجة يوم الجمعة في صلات الجمعة عيد المؤمنين كل أسبوع كل دي مواسم عظيمة متضاعف فيها الحسنات خليوا بالكو احنا في أيام تضاعف في الحسنات أعظم يوم يوم النحر ويوم القر اليوم النهار ده أعظم أيام الله سبحانه وتعالى فشوف احنا هنعمل فيها ايه ده فرح ديني وفرح إيماني أنا بديكي ثوابات عشان تفرحي ماشي عشان تفرح هكلمك على الأمور والمنغصات في الآخر بس خلينا الأول نشوف ترجمة نانسي قنقر